قبل أكثر من ألفين عام أظهر إقليتس أن كل عدد له بالضبط تحليل واحد إلى عوامله الأولية الذي يمكن اعتباره مفتاحاً سرياً لكن تبين بأن التحليل للعوامل الأولية مشكلة صعبة في الأصل دعنا نوضح معناه بقولنا سهل والصعب بعرض ما يسمى التعقيد الزمني قمنا جميعنا بضرب أعداد من قبل وكل منا له قواعده الخاصة لتسريع العملية إذا برمجنا الحاسوب ليضرب الأعداد فسيقوم بذلك بشكل أسرع بكثير من أداء الإنسان هذا رسم بياني يعرض الوقت اللازم للحاسوب لضرب عددين وبالطبع يزداد الوقت المستغرق للحصول على الإجابة بزيادة حجم العدد لاحظ أن الزمن المستغرق للحساب لا يتجاوز أجزاء من الثانية الواحدة حتى مع حساب أرقام كبيرة جداً وبالتالي فإن حسابها سهل لنقارن هذا الآن مع التحليل للعوامل الأولية إذا طلب منك أحدهم إيجاد العوامل الأولية للعدد خمسمائة وتسعة وثمانون ستلاحظ أن المشكلة أصبحت أصعب بغض النظر عن الطريقة التي تستخدمها ستتطلب منك بعض المحاولة والخطأ حتى تجد رقماً يقسم عليه العدد خمسمائة وتسعة وثمانون بالتساوي في النهاية بعد بعض العناء ستجد أن تسعة عشر مضروباً في الرقم واحد وثلاثون هي العوامل الأولية إذا طلب أحدهم منك إيجاد العوامل الأولية للرقم أربعمائة وسبعة وثلاثين ألف ومائتان وواحد وثلاثون فمن الممكن أن تستسلم وتستعين بجهاز الحاسوب لمساعدتك يعمل هذا بشكل فعال عند التعامل مع الأرقام الصغيرة لكن إذا حاولنا تحليل عداد أكبر وأكبر باستخدام الحاسوب فسيتولد تأثيراً يصعب التحكم به يزداد الوقت اللازم لإجراء هذه العملية بسرعة وذلك نتيجة للحاجة لمزيد من الخطوات وكلما زادت الأعداد يحتاج الكمبيوتر للمزيد من الدقائق أو الساعات وفي النهاية سيتطلب مئات وآلاف السنين لتحليل أعداد هائلة لذلك تعتبر مشكلة صعبة بسبب معدل زيادة الوقت اللازم لحلها إذن التحويل لعوامل لأولية وهو ما استخدمه كوكس لبناء حل الترابدور الخطوة الأولى تخيل أن أهليس قام بتوليد عدد أولي بشكل عشوائي يتكون من أكثر من 150 خانة ولنسميه بي واحد ثم عدد أولي آخر بنفس الحجم تقريباً ولنسميه بي اثنان ثم تضرب هذين العددين الأولين معاً للحصول على رقم مركب اسمه إن يتكون من أكثر من 300 خانة ستستغرق خطوة الضرب هذه أقل من ثانية ويمكننا تنفيذها باستخدام متصفح انترنت ثم تخفي أليس تحليل إن الذي يساوي حاصل ضرب بي وان و بي تو وإذا أعطت إن لأي شخص آخر سيتطلب منهم الأمر سنوات من أجل الحصول على الحل باستخدام الكمبيوتر الخطوة الثانية أراد كوكس أن يجد دالا تعتمد على معرفة تحليل العوامل الأولية لإن ولهذا السبب عاد إلى عمل للعالم الرياضي السويسري ليوناردو أولير في عام 1760 ترجمة نانسي قنقر